حبيب في البداية أسألك عن فريق نابولي لماذا تراجع نابولي هذا الموسم عن الموسم الماضي الموسم الفاس بيه بالدولة لماذا هذا التراجع الكبير لفريق نابولي بالنسبة لي السبب الأكبر في تراجع نابولي عن مستواه في الموسم السابق أقول لكم هو المدير لنادي نابولي أقول لكم أن التفكير بشكل شخصي وعدم التفكير في المصلحة العامة هو خضأ فادح لابد من التكاتف الاجتماعي لابد من الاستشارات ليس كما يظن البعض أن المدرب لابد أن يفرض رأيه على جميع اللابين بل لابد أن يسمع لابد أن يستشير لا أعيب شيئا على المدرب لكن أقول لابد من الاستشارات والاقتراحات وأخذ أرأي الآخرين هل تتوقع النجاح أنتونيو كونتي مع فريق نابولي في الموسم الجديد؟ بالنسبة لمدرب نابولي أقول لكم أنا فخور للغاية لأن المدرب الجديد لنابولي وأنتونيو كونتي أنتونيو مدرب عالي المستوى قائد له شخصية قوية وأنا واثق أنه سيعيد التأسيس الضروري وستبدأ معه انتهاء الفترة التي تراجع فيها فريق نابولي وسيعيد إلى نابولي الفوز والانتصارات من جديد هو معلم كبير ولا يقل شأنا بالنسبة لي عن أنشلوتي أو ما شابه شكرا